اشتركوا في القناة القمر الآن موجود في منزلة البلدة وهي منزلة الثبات والربح والسلامة ورحيضا للقمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة أربعة وتسعة وخمسين دقيقة من صباح اليوم الخميس فينتقل أول منزلة موجودة في برج الجدي وهي منزلة ساعة الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص والحرية القمر الآن ولغاية ساعات الصباح موجود في برج القوس عشان هيك منظل في هذا الوقت نشعر بالابتهاج ونجد الناس أكثر مرحا مننطلق على سجيتنا بيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة ووسع نقتراض المال دراسة لغة جديدة لاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا طبعا عنها أول زاوية رح نتكلم عنها اللي هي زاوية التزديس الإيجابية اللي بين عطارد وبين المشتري واللي طبعا تأثيراتها بدأت ابتداء من ثلاث أيام أو أربع أيام ولكن بدأنا الآن بذروتها يعني قوتها وهي رح تستمر لغاية عشرين اتنين ذروتها يوم ثمانتاش اتنين رح تكون بالساعة ثنتين وثلاثة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وعادة عند حدوث هذا الاتصال منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أنه هذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والاتصالات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم سبعة عشر اتنين يعني لغاية يوم الغد اللي هي زاوية ما بين الزهرة وما بين نبتون تأثيراتها زي ما حكينا بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الآخرين لإنا أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل فعندنا أول زاوية تأثيراتها من الآن اللي هو موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الأربعاء ورح تستمر لغاية ظهر يوم الخميس اللي هو اليوم اللي هي زاوية التزديس الإيجابية اللي بين القمر والشمس اللي ذروتها ساعة 12 وثلاث دقائق بعد منتصف الليل منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل نصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي طبعا آخر زاوية قبل الانتقال قبل خلو المسار اللي رح تكون الساعة وحدة وخمس دقائق فجرا بتوقيت جرينج طبعا تأثيراتها برضو من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات يعني تقريبا ما قبل الظهر بشوي ظهر يوم الخميس نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة وحدة وخمس دقائق فجرا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة أربعة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الجديد بالنسبة لهذه الفترة هي فترة خلو المسار لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة أربعة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج القمر خلص بكون امتقل واستقر في برج الجديد عشان هيك من ساعات الصباح منعود لطبعتنا الجديد منحاول إنجاز عمل متراكم منجد أنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر روح التشاؤم على البعض مننا علينا الاجتهاد أكثر ووسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو تأمين عقد شغلة زي هيك مراجعة شركات التأمين بالنسبة للزاوية اللي رح تصير ذروتها يعني في فترة المساء تقريبا اللي هي زاوية الاقتران السلبية اللي بين الشمس وبين زحل اللي إلها تأثيرات من يوم خمسة عشر اثنين ورح تستمر تأثيراتها لغاية يوم واحد وعشرين اثنين طبعا ذروتها اليوم الساعة أربعة وسبعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتخلق مصاعب وعرقيلة بتحتاج أو بتحتاج منها لنبدو الجهد والتصميم والإرادة لتجاوزها أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التربية السلبية بين القمر وبين المشتري وهي تأثيراتها بتبدأ من ساعات العصر تقريبا وبتستمر لغاية صباح يوم الجمعة هي ما بين القمر وبين المشتري تربيع حكينا ذروتها ساعة ثمانية وعشر دقائق مساء بتوقيت جرينج يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اليوم الأكثر حساسية من الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الأربعاء ولغاية صباح يوم الخميس الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هاي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية أما من ساعات الصباح وما بعد الركبتين مفاصل المفاصل والعمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام الأسنان الأوتار الأربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن طبعا هادولا بيصيروا أكثر حساسية من ساعات الصباح وما بعد عشان هيك اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها يعني برضو بما أنه الجلد والشعر فمن ساعة الصباح لا تجميل ولا قص اللي هي عملية إزالة الشعر بالليزر أي شيء بيعرض الشعر للخطورة مثل المواد الكيموية الصبغة الأمور هاي ما مننصح فيها نهائيا وكل الأعضاء هاي ما مننصح فيها للعمليات الجراحية الكبرى دونها يتصلح العمليات الجراحية لإلها لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي لكن الصبغة الحنة ممكن ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الجدي قلو المسار القادم رح يكون يوم السبت 18-2 بيبدأ في تمام الساعة 4.17 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 35-34 دقيقة صباحا بتوقيت جراحي لا يستقر القمر بعدها في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 25 يوم الساعة 12-59 دقيقة بعد منتصف الليل اللي هو يعتبر الفجر بيصير 26 يوم نسبة الإضاءة بتصير 25% يعني 25% أما بالنسبة لما زاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 الآن هي منتحسة بالنسبة 10% ولكن في ساعات الصباح بترتفع نسبة النحوس بسبب الزاوية لها 25% القمر في القوس بدي ينتقل للجدي ورح يضل في الجدي لغاية يوم 18-2 هو الآن منتحس بالنسبة 25% في ساعات الصباح بصير منتحس بالنسبة 10% ساعات المساء بصير سعيد بالنسبة 15% عطارد في الدلو حتى يوم 2-3 سعيد الآن بالنسبة 60% ولكن في ساعات الظهر بتنزل نسبة السعادة لـ 30% الزهرة في الحوت حتى يوم 22-2 منتحس بالنسبة 5% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثاور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لسيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن بعض موليد برج الحمل يذهبوا في رحلة أو يروجوا لعمل أو يحصلوا على معلومات ما كانوا يتوقعوها وبكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتهم العاطفية والحائلية أما من ساعات الصباح فبينصب اهتمامهم حول عملهم ومصالحهم الاجتماعية أهمش أنهم يرتجلوا المواقف والتصاريح عشان ما يقعوا ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليكم المسؤوليات وممكن تواجهوا أمر صعب ومعقد حاولوا أنكم تلتزموا بالمسؤوليات ويعتبر هذا اليوم في أشياء واعدة بالنسبة لكم برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكو تخففوا من النفقات المتصاعدة من الآن لغاية ساعات الصباح سارعوا في تهدئة الأجواء وتعتبر هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقوا مساعدة أو تعاطف وبس عليكم كنت تتحلوا بالليونة والتفكير الموضوعي وما تكفلوا حد وانتبهوا من بعض المحتالين أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب ثم فرصة أو لقاء بتفتح أمامكم أبواب السفر والتسويق والنشر والدراسات العليا وبتفرحوا لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شيء تتحركوا في مختلف الأصعدي اليوم لأنه نجاح واضح برج الجوزاء بالنسبة لما أوليد برج الجوزاء طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات الصباح فبظل هذه الساعات مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وتعتبر هاي الفترة ما زالت فيها بعض الضغط لأنه طاقتكم ضعيفة فترة ضاغطة ما بينفعكم فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرضوا لبعض المضايقات أو الخلافات في هاي الساعات أما من ساعات الصباح في القمر بصير في البيت الثامن هنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم حاولوا أنك تدخلوا تعديل على نمط حياتكم لا تتماشى مع التقدم والتطور في محيطكم بيطمع إنبالكم وبتفرحوا للتطور ما خلال هذا اليوم فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة والأهم أن انتبهوا على أموالكم من بعض المحتالين أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك من الآن ولغاية ساعات الصباح القمر بتجه لمقابلتكم تماما فعشان هيك بتكن تنتبهوا لغذائكم وراحتكم وصحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم وحذروا من الجدال مع المعاونين ولا تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا عملكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية أما من ساعات الصباح وما بعد بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم أهم شيء تحافظوا على هدوءكم ما ترتجلوا الكلام يعني فكروا فيه بالما تطلعوا ما توجهوا أي ملاحظة لأنه خصمكم اليوم قوي وما بيرحم هاي الأيام تحمل يعني فرص ارتباط مهمة لبعض موليد برج السرطان فبتكوا تحافظوا على هدوء عصابكم وما تكونوا عدائيين برج الأسد تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم برضو اليوم لغاية ساعات الصباح وبرضو ممتاز هاي الفترة لتعزيز العلاقة مع الأحبة ما بيتخلى الحظ عنكم حاولوا بس أنه تنتبهوا من الأمور المالية تنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبياً وتعتبر فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط وخصوصاً الارتباط العاطفي أهم شيء أنه ما تهملوا الواجبات اتجاه العائلة والتجاه الأحبة حاولوا أنك تصححوا الأخطاء في هذا الوقت أما من ساعات الصباح وما بعد بيتراكم العمل لديكم أهم شيء أنه ما تهملوا صحتكم حذروا من التعب الصحي والجسدي اللي ممكن أنه يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة وممكن بعض موليد برج الأسد اليوم يشعروا بالتوتر برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم من الآن ولغاية ساعات الصباح ابتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم شيء أنه ما تتهربوا من المسئولية اتجاه العائلة الأجواء الشوي فيها بعض العدائية ومتوترة وحاولوا انكترعوا وضعكم الصحي أما من ساعات الصباح وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم بتفرحوا لإنفراج ملموس بترتفع فرص النجاح بتشتد عزيمتكم وبتخوموا بخطوة مباركة وممكن اليوم تتلقوا إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة لإلتقاط أنفاسكم بعد الحواصف برج الميزان بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات من الآن لغاية ساعات الصباح وتعتبر هاي الساعات مناسبة لإجتياز امتحان أو مقابلة وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتدعمكم الحضوض وبتكونوا جارئين في التعبير عن رأيكم وبتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر تلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحملكم اليوم لقاء أو هاي الساعات لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل يعني الأجواء ممتازة أما من ساعات الصباح وما بعد بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهم إشي أنك تلطفوا الأجواء لأنه شوي في بعض الضغط وممكن هذا الضغط يثير اضطرابكم وامتعاضكم أهم إش أنه ما تخالفوا القوانين واحترموا المواعيد والتزاماتكم المهنية ويهتموا بحائلتكم برج العقرب تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدك تكونوا حذرين من النفقات وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بدك تكونوا عاقلين بصرف الأموال وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين من الآن لغاية ساعات الصباح ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات بدكوا تركزوا فيها بشكل جيد وما تندفعوا تتهوروا أما من ساعات الصباح وأنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وبتصير فترة مهمة خلال فترة الصباح ويوم الجمعة فترة مهمة للتواصل مع المجتمع لإسمع صوتك للنقاش والحوار ممكن تقوموا برحلة عمل أو تتحركوا بفعالية كبيرة أو تقوموا باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق أو مصالحة برج القوس من الآن لغاية ساعات الصباح احثقاتكم بأنفسكم كبيرة وعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية هذه الساعات بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم تتعلوا بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيدوا سيطرتكم وممكن تحققوا اليوم نجاح مذهل أما من ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم وبرضو ما تغامروا بأموالكم وتعتبر هذه فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة انتو اليوم بحاجة لكل التعاطف والتضامن ومنكو أشخاص ممكن يحصلوا على مكاسب يا من عمل إضافي يا نوع من أنواع الدعم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي من الآن لغاية ساعات الصباح بدهم برضو ينتبهوا بشكل جيد لصحتهم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديهم من عمل متراكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لسا ما وصل لعندكم في ساعات الصباح بيصير عندكم فعشان هيك من الآن وللصباح بتهدأ وتريدكم لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم مش أنك ما تحسم أي أمر لأنها هاي فترة سلبية ومخيبة للآمال فما تتخذ فيها قرارات لأنه إذا اتخذ قرار ممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها أساسا فعشان هيك تكون حذر أجل كل شيء لغاية ساعات الصباح في ساعات الصباح القمر بيوصل لعندكم تستعيد نشاطكم حيويتكم تستعيد حماستك وعزيمتك بتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة تملك طاقة كافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق وبرضو اليوم بيحمل لك خبر سار برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن أو هاي الساعات من الآن لغاية ساعات الصباح منكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وممكن تحتفلوا بنجاح أو تطور علاقة ما بتعززوا شعبيتكم تحصدوا أرباح بتفرحوا لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبكم ولكن بتجدوا الجو بلش يضغط شوي شوي لأن القمر بتجه باتجاه بيت متاعبكم في ساعات الصباح بوصل لبيت المتاعب فعشان هيك بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الدعم والحظ وحاذروا الأفكار السوداء والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك خلال هذا اليوم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح بظل الجو مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة في مجال العمل با لكن بتكونوا تهدؤوا من روعكم ما تنفعلوا اتجنبوا مخالفة القوانين ويحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة واحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها أما من ساعات الصباح وانا بتلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات خلال هذا اليوم حاولوا إنكم ما تكونوا وحيدين يعني انشطوا اجتماعيا فترة ناشطة وواعدة دراسيا مهنيا عائليا حتى اجتماعيا بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والموعيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر